بالنسبة للسؤال التاني إن الناس اللي جابوا لكو هدوم وإن الهدوم دي كانت فيها فلوس والزوج استلم الهدوم دي وكان فيها فلوس وخد الفلوس دي فبتقول إنه أصحاب الهدوم دي لما جابوها لهم قالوا لهم إن فيها فلوس قالوا ليه الزوجة فالزوجة قالت لأ ما فيهاش حاجة فهي بتقول أنا معرفش إن فيها أصلا وإن الزوج هو اللي استلم وأخد الفلوس اللي كانت في هذه الهدوم رد الأمانات والودائع لأصحابها أمر ما فيش فيه كلام يعني دي أمانات إحنا هنسأل عنها يوم القيام ولا يخون الإنسان المؤمن أخاه الإنسان في أي شيء فكان واجب على الإنسان إذا ما وصل إليه أمانة أخيه اللي هو ما لوش حق فيها أنه يرجع المال لأصحابه أو الأمانة لأصحابه ولو كان الأمر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي وشرحتي فالوزر في الحالة دي هيكون على ذلك الزوج اللي أخذ ذلك المال ولم يبلغ أصحاب الحاجة دي اللي كان فيها المال عن هذا المال شيئا وكان لابد من الاحتياط يعني أنه حضرتك كنت بلغتي الزوج اللي استلم الهدوم دي أنه فيه ناس جم وسألوا عن الفلوس اللي كانت في هذه الملابس فكان لابد من الاحتياط بإعلام هذا الزوج عشان يبقى أنا سعيتها ألقيت بالمسؤولية عليه يمكن يمكن أن وجدتيهم أهلي يعني كرم وأخلاق أعلامهم وأن يا حضرتك تطلبي منهم المسامحة بأنك أنت فعلا ما كنتيش خد يعني ما تعرفيش أنه فيها فلوس وتستسمحيهم في هذا الأمر إذا ما كنتيش قادرة تسدي الفلوس دي وإلا الحل الثاني أن حضرتك أنه يقوم الزوج بأداء هذا المال إلا أخده فأنا بروح وبقوله أصحاب هذه الأمانة سألوا عليها وعلمت من بناتك أن أنت أخذت المال ده فدي أمانة أنت تسأل عنها يوم القيامة فأنا أعلمك عشان أبرئ ساحتي أمام الله سبحانه وتعالى